الحمد للعالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فعن سيدنا عمر بن العاصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة فقلت من الرجال فقال صلى الله عليه وسلم أبوها قلت ثم من قال صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا ويقول صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم مسلموا لي صاحبي ألا لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر إقاما لما قدم في صحبة عسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث اللي زعواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخزا من أمتي خليلة لا اتخذت أبا بكر ولكن ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخي وصاحبي من الذي يقول هذا سيد عسول الله ولكن أخي وصاحبي ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوق أحد ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفا واتجف الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان ثم لنستمع إلى هذا الحديث العظيم في الأدب النبوي الكريم وفي إعطاء المسل والقدوة بالإعطاف بالفضل والجميل وإقرام الصاحب الأصير يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد أي نعمة إلا وقد كافئناه بها ما لأحد عندنا نعمة يد إلا كافئناه بها ما خل أبا بكر فإن ندا الله يكافئناه بها الله يكافئناه بها صلواته أبي وسلامه عليه يا سيدي يا رسول الله وعن كبير بن مطعم عن أبيه قال أتت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه أي أن تعود إليه مرة أخرى والحديث في صحيح البخاري قالت آئيت إن جئت ولم أجدك وانظر إلى عظمة الله سلم وتسامح النبي ورقة النبي ورحمة النبي ولطف النبي أن الماء تقول له بشجع آئيت إن جئت فلم أجدك كأنها تقول له حدث الموت فيقول صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر وما بلغ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ذلك إلا بثقته في الله وقوة إيمانه ومواقفه إلى جانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلى الله عليه وسلم ما أفضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولكن بشيء وقع في قلبه ولما دع صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة جاء سيدنا عمر بن خطب بنصف ماله وكان سيدنا عمر يقول وافق ذلك مالا كسيرا هندي فجئت بنصف مالي وقلت اليوم أسبق أبا بكر انقضى لأن أسبقه يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت لهم مثله فأتى سيدنا أبو بك بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بك قال أبقيت لهم الله ورسوله وبهذا بلغ سيدنا أبا بك ما بلغ نسأل الله أن يرضى عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن يرضى عنا معهم برحمته إنه آحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا